بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وشعور إلى ربسنا ومسيطات أعمالنا يهدي الله فلا مذيلا ليضلل فلا هديلا واشهدنا للا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهدنا محمدًا عبده ورسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وآله وآله منتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا والعلم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا اللهم ارزحنا جميعا العلم الناس والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه إما بعد فيا أيها الأخوة من جميعا في لحاب بيت الله الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الحجاج نهنئكم بسلامة الأصول وحصول المأمول بمن الله وكرمه عليتم أهلا وغطئتم سهلا نشكر الله عز وجل على ما شرفنا به من خدمة الحرمين الشريفين والعمل بخدمة الضيوف الرحمن من الحجاج والقاصدين والمعتنين والزائرين وما خص الله بهذه البلاد الباركة المملكة العربية السعودية من هذا الشرف المؤثر والمجد المؤثر فلله الحمد والمنة ونسأل الله أن يزي ولا تأمرنا خير الجزاء على جهودهم العظيمة بخدمة الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن فما نسأله سبحانه لعلمائنا عظم المثوبة والأجر لقد حققت ولله الحمد والمنة هذه الدورة العلمية وهذا البرنامج العلمي سوجيه الإرشادي لأول مرة في تاريخ الرئاسة أوسع مشاركة من علمائنا حذرهم الله فشكر الله جهوده تعليمه وتعاونه مع الرئاسة في تفعيل هذه البرامج العلمية والإرشادية والتوجهية جزا الله سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وعبد الله للشيح ومسماحة الوالد الشيخ صاحب أمزان أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء عيئة كبار العلماء على تعاونهم على مشاركتهم بهذه الدورة مما أسهم ولله الحمد والله في نقلة نوعية تطويرية في مسيرة الناسة العلمية والتوجهية والإرشادية فلله الحمد والمن هذا الدرس في تفسير القرآن العظيم من خلال تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله وكما تلاحظون مع قدوم حجاج بيت الله الحرام يحذن أن يكون الحديث حول تفسير آيات الحج في سورة البقر الآيات 196 لآيات 233 وكذلكم الآيات لسورة الحج من قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب من يرد فيه بإبحاد بظلم يدقه من عذاب أليم إلى قوله سبحانه في استمرار هذه الآيات في مسيرة الحج إلى قوله لتكبر الله على ما هداكم بشر المحسنين نسمع ما ذكره المصنف الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسير آيات وأتم الحج والعمرة بالله فضل إلى الشيخ عبدالله مأجورا مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم حكو بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته المعين قال المؤلف الشيخ عبدالرخان السعر لغفر الله لنا ولأهم ولشيء الحنان وللسامعين وللخاضرين قال الله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسَوْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيْ وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلًا فَمَنْ كَالَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ هَدَمٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَابِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ أَوْ نُسُكُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وابتقوا الله واعلموا أن الله شديد عقاب الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَقِينِ النَّ الْحَجَّ فَلَا رَبَّةَ وَلَا كُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ صَيْرِهِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّلُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّابِ اتَّقُوا وَاتَّقُوا لِيَا أُلِلْأَلْبَابِ هذا المصنف رحمه الله وأثم الحج والعمرة لله الآية يستدل بقوله وأثم الحج والعمرة على أموم أحدها وجوب الحج والعمرة وطرضيتهما الثاني وجوب إسمامهما بأركانهما وواجباتهما الذي قد جل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة الرابع أن الحج والعمرة يجب بإتمامهما بالشروع بهما ولو كان نفلا الخامس الأمر بإتقانهما وإرسانهما وهذا قدر زائد على بغل ما يلزم لهما الثالث وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكمل غمح إلا بما استدناه الله وهو الحصر فلهذا قال فإن أحصرتم أي منحتم من الوصول إلى البيت لتحميلهما بمرض أو ضلالة أو عجو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو البنع فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنه أو سبع ضغطه أو شاف يذبحها المحصر ويخلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الكذيبية فإن لم يجد الهدي بل يصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل ثم قال تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وهذا من محبورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدل لأنه المقصود من ذلك لأن المقصود من ذلك حصول الشعر والمنع من الترفف بإزالته وهو موجود في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأرضار في جامع الترفف ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إلى ساق الهدي لم يتحل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الظل والفضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك فراء فإذا حصل الضرم بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمر ورحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه ولكن يكون عليه فتية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مذاكين أو نسك ما ينسي في أضحية فهو مخير والنسك أفضل فالصدقة بالصيام ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقريم الأرطار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيل فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب البلية البنكورة لأن المرسل إلى الجميع إزالة ما به يتربى ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مالع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يدسر في أضحية وهذا زم نسو مقابلة لحصول النسوكين له في سفرة واحدة ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فرار العمرة وقبل الشروع بالحج ومثلها القران لحصول النسوكين له ويذل مقوم الآية على أن المبدد للحج ليس عليه هدي وذلت الآية على جواز بل قضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج فمن لم يجد الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج أول جوازها من غير الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر أيام رمي الجمار والمبيت بميناء ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرقتم من أعمال الحج ليجود فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله ذلك المذكور ذلك أي المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن كان عند مسافة قصر أكثر أو بعيدا عند عربان فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول المسكين له في سفر واحد وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم موجب لذلك وانتقوا الله أي في جميع أموركم بامتدار أوابر والسناب نواهي ومن ذلك امتداركم بهذه المأمورات والسناب بهذه المحبورات المذكورة بالآية واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه وهذا هو الموجب 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 للتقوى فإن من خاطر عقاب الله إن كف عما يوجب العقاب كما أن من رجى ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اخف المحال وتجرأ على الواجبات بارك الله المصنف رحمه الله تعرض إلى عدد من المسائل والفضائل وفق هذه الآيات العظيم أولا قبل الدخول في تفسير الآيات والكلام عن الحج ما معنى الحج ما المراد به في اللغة وما المراد به في الشرع أو في استلاح الفقهة رحمه الله الحج في اللغة هو القصد الحج في اللغة القصد ولا آمنين البيت الحرام أي قاصدينه وشرعا قصد بيت الله الحرام في أوقات مخصوصة بأعمال مخصوصة بنية مخصوصة قصد بيت الله الحرام تأكيد على النية في مشروعية الحج وهكذا في كل الأعمال إنما الأعمال بالنيات قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص أو في أزمنة مخصوصة أو في أوقات مخصوصة التي هي أشفر الحج إلى بيت الله الحرام وسيأتينا بعد تفسير هذه الآيات قول الله عز وجل الحج أشفر معلومات أن تقصد بيت الله الحرام في هذه الأشفر المعلومات التي هي شوال ذي القهد وذي الحج على خلاف بين الفقهاء سيريدنا تفصيله إن شاء الله والقيد الثاني بأعمال مخصوصة نحن أتينا للحج لنؤدي هذه التبيرة لم نأتي لأي قصد آخر لابد من أن يتفرع الحاج لأداء هذه الإبادة وأن يأتي بأركانها أركانها الأربعة التي هي الوقوف بعرفة والإحرام إحرام الوقوف بعرفة وطواف الإبادة والسعي هذه أربعة أركان لا بد أن يأتي بها الحج لا يتم حجه إلا بها وهذا الفرق بين الركن والواجب الركن لا يمكن أن يتم العمل أو العبادة إلا بتحقيقه أما الواجب فيجبره زمن إذا تركه وأيضا مع الأركان يأتي بالواجبات وهي السبعة التي ذكرها فقه رحمه الله ومنها الإحرام من النقاط المعتبر له نقبل عرفين الغمو أيضا النبيت من السلسة النبيت من نها رمي الجمع طواف الودهع الحلق أو التقصير هذه سبعة الواجب مجتنما المحضورات المحضورات التسعة التي ذكرها الفقه رحمه الله ومنها الجماع والطيب وقتل الصيب وتغطية الرائس ولبس المخير ونحرها مما سيريدنا إن شاء الله في ثمية ترسل المبعا هذا ما يتعلق بالتعريب أما أهميته ومكانته فلا شك أن الحج ركم من أركان الإسلام العظام ومبانيه الكباب وهو واجب وركم من أركان هذا الدين بدلالة الكتاب والسنة والإجماع يعني الأصل في وجوب الحج وركميته القرآن الكريم ومنها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وأتم الحج والعمرة لله ومنها آية آل عمران السابعة والتسعين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لحظ التعبير في تقديم المعمول على العام وليس ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا على الناس أو ولله حج البيت على الناس من استطاع إليه سبيلا فقدم على للتأكيد على ركميته وأجوبه ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس وذكر منها فحج البيت وأيضا من أدلته الإجماع وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله وابن حزم والإمام ابن القدامة في المغن وغيره أجمعة الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة وهذا من التسير أن يكون الحج أجمع في العمر مرة كما في حديثي الحج مرة كما زاد فهو تطوع وحديث ثراقة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال أكل عام يا رسول الله فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن يصد عن جواب أنه لو أجاب أنه كل عام يوقع الناس به عسر فقال الحج مرة ولو قلت نعم لوجبه صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما يتعلق بوجوبه وحكمه وجوبه وحكمه قال المصنف رحمه الله في شرح قوله تعالى فأتم الحج والعمرة لله ألوى هنا عاطفة أو مستألفة كانت عاطفة لما قبلها أو استئلاب في بيان أحكام الحج يلاحل قوله وأتمه فهل الإتمام المراد به الإكمال عند الشروع أو البداية قولا للمفسرين وللي يظهر الله أعلم أن الآية فيها الدلالة على المعنيين فيجب أن يبدأ الحج لأنه واجب يبدأ المتلف الحج وإذا بدأ به فيجب عليه إتمامه قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولهذا من دخل في النسوء حجا أو عمرة فلا يجوز له أن يخرج من الإحرام ويتلدس في المحضورات إلا بعد إتمام المناسك حجا كان أو عمرة والمراد بالإتمام هل الأداء أو الإكمال كما قلت قولا أي أدوهما على التمام والكمال بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وآدابهما ساحة محمد ذكرنا الأركان والواجبات ونبهنا على بعض المحضورات ما الشروط الشروط أيضا ذكرها العلم منها الإسلام فلا يسح الحج من الكافر ومنها البلوغ فلا يجزئ الحج من الصغير لكن لو حجه له أجر ولوالديه لكن لا يكفيه الحج الإسلام وأيضا من شروطه التكليف العقل فلا يسح من مجنون ومن شروطه أيضا حبيظكم الله القدرة القدرة يعني سيقادر ببدنه أو قادر بماله قال تعالى من استطاع إليه سبيلا الحج على المستطيع أما غير المستطيع فلا يلزمه أن يحجم هذا من التيسير ورخص الله عز وجل التي رخصها لعباده والمرأة تزيد شرطا وهو سادسا وهو وجودا محرم وهو من تحرم عليه على التأبيب لنسب أو سبب مباح كالأبناء والمصاهرة نحو ذلك قال تعالى لله يؤفد الإخلاص وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين سأريد مجر الحج يحمل شعارات مجر الحج معارات أغراض دنيوية كالتجارة والاكتساب وإن كان هذا جائزا قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا بضلا من ربكم لكن من الأولى أن يأتي بقصد الحج الخالص لله عز وجل أو يأمل شيء أن يحبط الأعمال كاللياء والسمعة والشهرة ويقال حاج أو ما إلى ذلك من المقاصد والأغراض التي يقصد إيها بعض الحجاج هدان الله وإياه ثم لما ذكر إتمام الحج ستأتي غروف للحاج قد لا يستطيع إتمام الحج لحصوله ومنها الإحصار والإحصار هو المنى وفي الاصطلاح منع الحاج أو صده من الوصول إلى البيت لعدو أو مرض أو قال ظلالة هنا يعني ظل الطريق ظل وليست الظلالة بالضع يعني ظل الطريق أو أي شيء من الموانئ وأردتم التحل من إحرامكم ما حكم المحصار المحصار إذا حصل عليه المنى و أيضا كان عليهم يشتر في وقت الإحصار هذا إذا في وقت عدم الأمن أما الآن ولله الحمد والمن فالأمن مستتب ولله الفضل المنى وليس هناك إحصار لكن قد يحصل بمرض أو نحو ذلك من العوامل إذا حصل ولم يكن اشترط في حديث اللباعة من زباية أجدني أريد الحج وأجدني وجعة قال حجي واشتري إنا لك على ربك فست في ميتي هل هل الإحصار هل الشر أو الاشتراع مسنون مطلقة أو مسنون عند الحاجة الذي يظهر أنه سنة مطلقة ويتأكد عند الحاجة ويتأكد عند الحاجة هذا الإنسان لا يدري ما يعرض لهم فما استيسر أي فعليكم ذبح ما تيسر وسهل عليه هل ما استيسر هاري على العموم المطلقة يعني لو يذبح دجاجة ثم يذبح له أرنب لا فما استيسر يعني تيسر لكم من هدي بهيمة الأنعام الإبن هدن والفقر والشاء إذبحوها حيث بصرت الحل أو الحرم ودليله حديث وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوم الحدي قيلة قال فما استيسر من الهدي بل نرأت بالهدي الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرم هو من هدي المحصر أو من الهدي هدي التمتع أو هدي القرار لاحظ هناك هدي وهناك هدي أو فدية وهذه هي التي تكون عند ارتكاب المحظور الجماء واستعمال الطيب ولبس المخير وغير ذلك من المحظورات الهدي في عندنا هدي في عندنا فدية في عندنا أضحية أيضاً ما يذبح يوم العيد في الحجاج وغير الحجاج حتى الآفاقين لأن الأبحية سنة مطلقة وفيها أيضاً العقيقة العقيقة هذه نبيحة المولود وفيه أنواع أخرى ذكرها الفقه رحمهم الله لكن هذه الأربعة أشهرها دعم أي من حصل منه أنه أحصل عليه الهدي عليه الهدي ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل له الإنسان إذا أحصل إنه لا يتحلل بالحق أو التقصير حتى يبلغ الهدي محل أي حتى يصل الهدي مكان الإحصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عامل حديبية بالحديبية وهي من الحل يذبح فيه أي بالحل بنية التحلل ويفرق على المساكين ثم يحلق أو يقصر وبه يحصل التحلل والخروج من النسك فبلغ الهدي محل له هكذا إشكيه محل له فتحنين فسر الحاء فتشديد الله كناية عن ذبحه في مكانه ففي الآية وجوب تقديم ذبح على الحرق يعني إذا ذبح أي المخصر جاز لك الحرق والمحل بالكسر تطلق على المكان والزمان والمراجب الهدي ما يجب على الحاج أو المعتمر من الهدي هدي محصر لو الواجب بفعل سواء كان محبور أو هو الواجب بفعل حرام أو ترك واجب أو لم يكن كذلك الإحصار و التنفع فمن كان مريض ومن كان منكم مريض هنا أيضا فتح لمجال الرخص والتيسير وهو مترتب على محلوف تقديره فمن كان منكم مريض كذا فمن كان منكم مريض مرتب على محلوف تقديره ولا تحلط رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو أذن لقمل أو صداع أي فمن كان منكم أيها المحلنون مريضا في بدنه محتاجا إلى المداواة والحلق واستعمال الطيب ففعل ذلك المحلوب يعني فحلق ففدية هذا تقدير المحلوب ففدية من صيام أو صدقة أو نشو إذا حلق أو تطيق أو لبس فلحظت سيسير على الحاج ما قال مثل ما يفتي بعض الناس اليوم في المنجاه قال عليك لا يخير من ارتكب المحلوب أو كان به سبب في أنه يترك الواجب أو يفعل المحلوب كما في حديث كعب بن عجرة أنه شكأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هوام رأسه فقال احلق رأسه وانسق شاه أو ثلاثة أيام أو تصدق ولاحظ هنا الأفضل النفع المتعد بفعل هذه الأمور الثلاثة هذا يخير لكن الأفضل كما قال النصنع رحمه الله أنه يذبح بيها لكن لو فدى بصيام ثلاثة أيام كفى أو صدق بثلاثة بثلاثة آصع من غالب قوة البلد على ستة مساكين من كل نسكين نصف صاع أي كيلوين نص تقريبا أو نسو أي ذبح شاه تجه في أضحية لأن أو في الآية للتخيير وهذا من أوجه التيثير على الحجاج والصور يصومه متى شهر وأما الصياء للإطعام فستة مساكين قال فإذا أمنتم يعني انتهى الإشكال وزال الإحصار فإن كنتم أمنتم يعني آمنين من العدو بعدما وقعتم في الإحصار أو كنتم آمنين من أول الأمر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي هنا تحدد القرآن الكريم عن الأنساك الأنساك التي هي التي هي تفذكم الله التمتع والقران والإفراد التمتع قول جمهور أهل العلم وهو الذي حفّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لو استقبلتم من أمري ما استدبعت فأسقت الهدي والأحليت معكم وهو مذهب الحنابلة الشافعية والقول الثاني أن القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الحنفية وأيضا قول الثالث الإفراد وهو قول النالكية وهذه الأقوال كلها معتبرة وكلها سائرة ولله الحمد والمن لكن أفضلها الإنساك التمتع أفضل الإنساك التمتع فأفضل الإنساك فالتمتع فقران فإفراد فلتسمع هذا التمتع فمن تمتع يعني عمل النسكين عمرة والحج تحلل من العمرة ثم همل الحج أما القران بنية واحدة حج والعمرة بنية واحدة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن لما ساق لهذا المحققون من أهل العلم أن من يسوق الهدياء فالأفضل له القران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإفراد لأنه يأتي بنسك واحد ولا شك أن من يأتي بنسك ويفدي أو ويهدي أفضل من بل ليس كذلك فهذا يعني يعرفنا بالمواقيد مواقيد جمع النقاد وهو الوقت المضروب للفعل أو الموضع وقد استمر الوقت للمكان ومنه الحمد الحمد ومن المواقيد الحج والمواقيد نوعا زمانية ومكانية المقاة المقاة الزماني هو أشفر الحج شوار وذو القعدة أو القعدة وعشر منذ الحجة وإليه ذهب أبو حنيفة الشاذعي فالقول الجمهور والقول الثاني وإليه ذهب المالكية إلى أن وقت الحج شواله للقعدة وشهر للحجة كاملا أما المواقيد المكانية فهي الحدود التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فوقت لأهل المدينة الحليفة وللشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق عرق العراق يلملم عرق العراق يلملم اليمن ومن للحليفة يحرم المدن والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبي لي وهذه المواقيد معروفة اليوم في حدود مكة على حدودها المتعددة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها بعد قال المصنف رحمه الله بعد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيثر من الهد ما دليله وجوبة على القارن سعن النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجي الهدي فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام بالحج يعني قبل الإحرام بالحج أي في أيام اشتغاله في أعمال الحج له أن يصوم متى ما وصل أو في أول أيام للحجة والأفضل أن يصومها قبل يوم عارفة ولا يجوز صيامها يوم النحر وأيام التشريق على قول الجمهور لأن يوم الحيد لا يجوز صيامه وأيام التشريق أيام أكل وشرق وذكر لله عز وجل قال أهل إلا لمن لم يجد الهدي كما في حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ثم قال وسبعة إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى بلادك إذا فرقتم من الحج ورجعتم إلى أهلكم فلا بأس ذلك لو صنها قبل أو صنها بعد كلها كلها فالأمر في ذلك واسع تلك عشرة كاملة في الثواب والأجر مقامها مقام الهدي وهذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرار يعني وجوب الهدي أو الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد بالحرار بأن يكون دون مسافة قصر من الحرار فالمراد بالآهل الزوج والأولاد الذين هم تحت رعايته دون الآباء والإخوة هذا المنطوق أما المفهول أن من كان من حاضر المسجد الحرار في الأهل مكة لو تمتع فلا هدي ولا صيام عليه وإن تمتع على قول الشافع رحمه الله رواية عند الحذابلة ومن وافقه وأولحق بالتمتع القانم بالسنة ثم آمر بالتقوى واتق الله لأن الله في الحج وفي غير الحج يجب أن يتقى أن يخاف منه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا تتساهلوا في التقوى فإن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره واتهاون بحدوده وارتكب أنا ليعقوا ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات اقرأ سلام المصنف رحمه الله الحج قال المصنف رحمه الله الحج أشهر معلومات عظيم ومن من بارت من الحج التي لم تزل مستمرة في المفيته معروفة بينهم والمراد بالأشهر المعلومات عند الجموم شوال ودو القعدة وعشر من الحج فهي التي فيها الإحرام من الحج غالبا فمن فرض بيهن الحج أي أحرم به لأن الشروع فيه تصيره فرضا ولو كان نبلا واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابع على أنه لا يجوز الإحرام من الحج قبل أشهره قلتم لو قيل فيها دلالة لقول الجنبور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا فإن قوله فمن صرض فيهن الحج دليل على أن البوض قد يقع في الأشهر المذكور وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيد وقوله فلا رفد ولا كسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونه عن كل ما يمسده أو ينقصه من الوقت وهو جماع ومقدماته ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرته والخصوص وهو جميع المعاصي ومنها محمولات الإحرام والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة والمقصود من الحج الدل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من الضربات والتنزه عن مقاربة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه الأشياء وإن شاء ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلب المنع عنها في الحج فاعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوافر ولهذا قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله أتى بمن التنصيص منه وما تفعل من خير يعلمه الله أتى بمن التنصيص على العموم فكل خير وقربة وعبادة تاخن في ذلك أي فإن الله بني عليم وهذا يتضمن غاية الحد على أفعال الصيف خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرومات المنيفة فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان طولي وفعلي ثم أبر تعالى بالتزود لهذا السبل المبارك فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشراطا وفي الإكتار من نفع وإعانة للمساكرين وزيادة قربة للعالمين وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة فينية كلهة ومتاع وأما الزاد الحقيقي المستمق نفعه لصاحب في دنياه وآخرة فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى ذار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا ومن ترك هذا الزاد فهو المنقضع فهو المنقضع به الذي هو عرضة عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى ذار المتقين فهذا مدح للتقوى ثم أمر بلا أولي الألباب فقال فاتقوني يا أولي الألباب لا منسوبا إلى حلق العقل والوغوب مع السبب والإسيان المسبب فإن هذا هو الحر بعينه وبقوله فإذا أبضتم من عربان بلا أولي بلا أولي بلا أولي بلا أولي بلا أولي بلا أولي كلامه نصنع رحمه الله كلامه نفيس حقيقة أنه لا يحتاج إلى شرح لكنه تعليق وإشارات في قوله الحج الحج مبتدى أشهر معلومات صبر فالمراد الحج أي وقته معلومات معروفات ولهذا ذكر أهل العلم أنها شوال وذو قعدة فعشر من ذي الحجة كما هو مدى الجمهور ويرى المالكية أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج وأما وقت العمر فجميع السنة وما أشار إليه المصنف رحمه الله من كونه يرى أنه أشهر معلومات حتى ولو كان قبل شوال هذا قول ذكره بعض والعين لكن مذهب الجمهور والخروج من الخلاف والحرص على القوب من الدليل من الكتاب والسنة أو لا رحمهم الله جميعا وجزاهم الله خيرا على اجتهاده فمن فرض أي أوجب الحج على نفسه بالإحرام في هذه الأشهر شوال وبالقائدة والعشر الأول من ذي الحج لأنه فيها يوم عرض في الآية دليل على أن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا بأشهره آمن رفتم الحج إذا خلتم فيه فاحذروا الرفث والفسوق والجدال الرفث الجماع ودواعي ما يتعلق بأمور النشاء فلا رفث ولا فسوق الفسوق من الفسق ومنه قولهم فسقت الفأرة إذا خرجت من تحرها الآخر الفسوق والخروج عن حدود الشرع في ترك الأوامر وارتكاب المحضورات هذا جاء الأجر والحج على الحج الذي لا رفث فيه وترتب الجزاء عليه الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من دنوبه كيوم ولدته أمه والحج النضرور ليس له جزاء إلا الجنة سيادة ينبغي أن يعود الحاج نفسه على الاستفادة من مدرسة الحج لا ترفث لا تفسق لا تجادل أي لا تماري ولا تخاصل مع الرفقة مع الخدم مع غيرهم واستثنى بعضهم الجدال في العلم والمحاورة والمناظرة ومع هذا فليس الوقت الحج وقت الجدال ولا جدال في الحج يعني في أيامه في أيامه وإلا فالجدال والرفث والفسوق ما منه في كل وقت لكنه في الحج أولى فعل المحظور في الحج أقبح ثم قال وما تفعلوا من خير من الصدقات من ترك المنهيات فإن الله يعلمه يعلمه الله أن يقبله منكم ويجازيكم عليه خير الجزاء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس نزل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم من أحل أن تنتغوا فضلا من ربكم فالني لا مانع أن يتجر الحاج لكنه لا تشعله عن أداء الواجب أو توقعه في ارتكاب المحظور وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي خذوا من الزاد البلغة البلغة ما شاء الله مثل تتويج هذه الدورة بلغة الناس ما يتبلغ به وما يكفيه لسفره وأنتم هنا في البلغة في بلغة البرنامج بلغة الناس إلى فقه العقيدة والمناس نتبلغون بهذا العلم هذا التوجيه والإرشاد إلى أن تؤدوا مناسككم على علم وعلى بصيرة على تقوى من الله ورضوان فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباء التقوى على الجميع لكن أهل العقول الكاملة والراجحة هم الذين يعمدون إلى ملازمة التقوى ليس عليكم جناح أي حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم رزقا وتكسبا في التجارة بالحج سبب نزوله نرى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانت عكار ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا أن يتجروا في النواسم فنزلت هذه الآية ثم ذكر حكم الوقوف بعرضه وأيضا بمزدلفة عند المشعر الحرام والأمر بالذكر وهو التوحيد ثم بيّن أقسان الناس بعد الإفاضة فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من قلاء ومنهم وهم المؤمنون المتقون من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة دنا عذاب النار وأيضا فيه أفيض من حيث أضاض الناس يكون الإنسان مع الجماعة ولا يشل عن الجماعة أما كان أهل الجاهلية يفعلون ويسمون الحمص قالوا استغفروا الله أي اطلبوا من الله مغفرة ذنوبكم باللساء والقول والعمل لأن الإنسان مهما عمل في الحج فقد يقع في أمور يرقعها ويتممها الاستغفار ومن استغفر غفر الله إن الله غفور في ذنوب المستغفرين رحيم فيهم ثم قال فإذا قضيت المناسككم فاذكروا الله الملازمة للذكر والتحميل والتهديد والتكبير أيام التشريق أكثر مما كان عليه الآباء هل يكثر من توحيد الله وذكره سبحانه أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فهذه أيام التشريق فمتعجل في يوم دعشر واثنى عشر ومن تأخر يزيد اليوم التالث عشر ويقضيها في الذكر كما في البخاري عند ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في تلك الأيام بمين ثم ذكر التعجل والتأخر وأنهما خياران للحاج إلىهما من أتى به فلا إثم عليه لكن التأخر أفضل لمن اتقى لأنه مزيد بقاء في هذه المشاعر المقدسة وملازمة للذكر واجتناب للمحضورات وإتيان للمأمورات واتقوا الله نحن الأمر بالتقوى وكثرته في آيات الحج واعلموا أنكم إليه تحشرون التذكير بالآخرة تجمعون وتحشرون وتبعثون من قبوركم فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشرون من الهدايات وجوب إتمان الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات بيان حكم الإحصار وهو أنه يذبح شاه ثم يتحلل ثالثا بيان الفدية وأنه يخير الناس بين الصيام والإطعام والذذيحة بيان حكم المتمتع وأن عليه أن يصوم عجرة أيام يذبح ذبيحة إن لم يتمكن من الذبح فعجز فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أمر بالتقوى يحريم الرفض والفسوط والجدال حال الإحرام استحباب فعل الخيرات وما تفعل من خير يعلمه الله فاحة الاتجار العمل للحاج جوب المبيك لنزدلف من أين أخذناه فاذكروا الله عند المشعر الحرام جوب شكر الله بذكره وطاعته قبلوا سؤال الله الخيرين في الدنيا والآخرة أكثر الحج من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لنا عذابا جوبوا المبيك بمنا ثلاثة أيام هذا من واجبات الحج قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى قال قبلها واذكر الله في أيام معدودا فيان الرخصة في التعجل لما الرماء اليوم الثاني ترى إظم الجمار اليوم الثاني بعد الزوال فيه يوم ثم عشر ما هو بعشر ووحد عشر لا عشر ووحد عشر وثم عشر والتأخر يبقى ثلاثة عشر هذا ما يتعلق بالآيات ومنها آيات الحج وهي آيات عظيمة في تعظيم البيت ومن يريد فيه بإلحاد بظلم وذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا العناية بالعقيدة والتوحيد عقيدة الصحابة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة السلف الصالح عقيدة الأئمة الأربعة فقبل أن يحدث المحدثون من ضروب الإشراف والبدأ والمحدثات والمخالفات فليتنبه الحاج لهذا حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه عند مسلم في بيصفة النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وفيه أيضا مشروحية الأنساك والدليل على أن النبي حج قارنا والتأكيد على أن من لم يسوق الهدي فعليه أن يفسق إلى العمرة تواز تعليق الإحرام بإحرام الغير كما فعل علي رضي الله عنه إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تواز فعل المناسك للحائض غير أن لا تطوف بالبي فواز الإتيام بالعمرة بعد الحج كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن الإحرام بالعمرة يجب أن يكون من أدنى الحل من التنعيم من الجعران من عرغة من الشميس فلا فلا تكون من الحرام بحديث عائشة رضي الله عنها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت من هنا ولأهل المدينة في كتاب زاد المعاد خيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة ثلاث عشر من الهجرة أي الحج فرض في التاسع لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم والحج على الفور كما في المسألة الأصولية أن الأوامر على الفر وعلى الفور وليست على التراق وأجاب هذا أهل العلم لأنه نذرت وأكم الحج والعمرة سنة ست فليس فيها فريضة الحج وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج بالناس أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه مع الصحابة هناك ظروف كانت في مكة وفي المدينة طلع بأس عند العذر واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرته مع حجه والعمرة الرابعة من الجعرانة طرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة نهارا ست بقين من ذي القعدة يعني أربع عشرين مثل اليوم وأهل بالحج والعمرة من للحليفة وقلد قبل الإحرام هدية وأشعرها يعني في صفحة بالسكين وكان هذا يعني مشروعا ثم لبى ورفع صوته بالتلبية حتى سمعها الصحابة رضي الله عنهم فلما وصل إلى البيت طواف سبعة أشواط فرمل في طوافه الثلاثة الأشواط الأول وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه فلما فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم سعى بين الصفا والمروة فدءا بالصفا وانتهاءا بالمروة سبعة أشوار درم بين الشوطين والمرأة لا رمل عليها ثم بقي على إحرامه لأنه قارب أما المتمتع فإنه يفسخ الإحرام ويحرم يوم التروية في الحج ويذهب إلى منا ثم يوم عرها ويجتعد في الدعاء في هذا اليوم العظيم ويدعو الله ويصلي الله بالعصر جمعا وخصرا بأذان واحد وإقامتين ثم يدعو بعد الصلاة مستقبلا وقبلة ولا يزاحم على الصحرات ولا على الجبل ويدعو ويبتهل حتى الله ورسولنا إلى مزدلفة ثم إلى منا ورمى جمرة الهقبة ثم استقر في منا أتى البيت وطار وطار في الإفارة وعمل أيام التشريق ودعا في مواطن ستة على الصفا وعلى المروة يعرفه من الزرفة وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية هناك مسائل معاصر الإحرام بالإزار المخيط جمهور أهل العلم على هدم جوازه ويرى بعض العلماء كالشيخ محمد ديميل رحمه الله جوازه وأنسى بقول الجمهور خروجا من الخلال دبس الكمامات حال الإحرام لا بأس فيه اعمال المنظفات المعطرة لا بأس إذا لم يكن المخيط أبطيق فالاستغلال بالشمسية دامان العجز عند النبي من الزرفة تحرد إلى عجز آمن أو مرض أو مسترة مثلا العجز عند النبي من دينا ولكن يتق الله ما استطاع ونوصي أنفسنا والمسلمين والحجات بأداء الفريضة على الوجه المطلوب والعناية بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمة التقوى واستشعار أظمة هذه الفريضة الجليلة ووجوب تعظيم مكانة البيت وأمنه والتزام الأنظمة ومن دخله كان آمن الاستعداد بالعلم النافع والتفق في الأحكام فسؤال أهل العلم عما يشكل عليه الاستقامة في السلوك وطهارة جوارع من الآذام والمعاصي السعي إلى بر الحج وعدم الرفض والفسوق والمعاصي التحلي بالآذار الشرعية والأخلاق والقيم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يجوز أن يؤذي المؤمنين بقوله أو فعله الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بثانا وإثما مبينا هذا ونسأل الله للحجاج القبول والإعانة والتوفيق والتيسهير والتسهير وأن يجعل حجهم مبرورة وسعيهم مشكورة وذنبهم ماظورة وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال إنه جواد كريم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته